بسم الله الرحمن الرحيم أبنائنا العزاء طلب وطلبات الصف الثالث سنة والزراعي جميع المجالات أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من مادتكم مادة محاصيل الحقل في الحلقة السابقة احنا اتكلمنا عن أنواع الخزب وعرفنا الخزب والخزب المؤقت والخزب الدائم واخدنا مجموعة إرشادات عن مسائل الخزب واخدنا مثالين واضحين جدا عن كيفية المفاضلة بين أنواع الأراضي من ناحية النسبة المئوية للربح وقلنا الثلاث أنواع الأراضي لنا بفضل ما بينهم أراضي خزبة وأراضي جادباء وأراضي محايدة وقلنا الأراضي الخزبة التي تحقق ربحا أما الأراضي المحايدة التي لم تحقق ربحا أو خسارة الأراضي الجادباء هي التي تحقق خسارة في الحلقة الجديدة النهاردة إن شاء الله في حلقة اليوم احنا هنتكلم مع بعض عن العنصر الثاني من عناصر تنمية الانتاج المحصولي وهو التركيب المحصولي وافضل النظم المحصولية يبقى احنا تكلمنا عن العنصر الاول من عناصر تنمية الانتاج المحصولي وكان نتخذ بالتربة العنصر الثاني او العامل الثاني التركيب المحصولي وافضل النظم المحصولية يعني ايه تركيب محصولي وافضل النظم المحصولية هو في حاجة اسمها تركيب محصولي كده او نظم محصولية احنا بنتكلم عنها في الزراعة او في مادة محاصيل الحقلة او في مجال محاصيل الحقلة عمتا هنعرفه كل ده من خلال حلقتنا ايه النهاردة التركيب المحصولي التعريف بتاع التركيب المحصولي فكر معايا في التركيب سيما احنا عرفنا الخزب وقولنا الخزب الدائم والخزب المؤقت والخزب العام الخزب ايه الطبيعي لما نخش في تعريف التركيب المحصولي طب فكر معايا اعمل شغل دماغك شوية يعني ايه تركيب ايه هو التركيب ايه قائمة التركيب المحصولي علشان فيه حتة مهمة جدا هنخش عليها برضو بعد التركيب المحصولي حاجة اسمها التكسيف المحصولي يعني ايه تكسيف محصولي هل هو فيه فرق ما بين التركيب المحصولي والتكسيف المحصولي تعالوا نشوف مع بعض التعريف التركيب المحصولي عبارة عن قائمة بالمحاصيل المنزرعة مقرونة بنسبة مساحة كل محصول كنسبة مقاوية من المساحة المنزرعة ايه التعريف ده؟ التعريف ده يعني مش متقبله حاسس انه تقيل شوية واقف شوية يعني ايه عبارة عن قائمة بالمحاصيل المنزرعة مقرونة بنسبة مساحة كل محصول كنسبة مقاوية من المساحة المنزرعة يعني هقول لحضرتك انا عندي همسك التركيب المحصولي لجمهورية مصر العربية هعمل قائمة بجميع المحصول التي تزرع في جمهورية مصر العربية محاصيل شتوية ومحاصيل صيفية واشوف مساحة كل محصول قد ايه من المساحة الكلية المنزرعة في جمهورية مصر العربية يعني انا هعمل لمصر كده جمهورية مصر العربية هعمل لها قائمة محصيل محصول القمحة محصول الدرة محصول البرسيم محصول الدخنة محصول الدنيبة محصول الرز محصول القطنة حتى جنائين الفاكهة اخش مسلا محصول المنجا محصول البرتقان ابو سورة محصول اليوسفي محصول الخيار محصول بقدونس محصول الكرمبو محصول كل المحاصيل اللي بتزرح فيه جمهورية مصر العربية تخش ايه ضمن ايه طيب مساحة كل محصول احنا زرعنا من القمح تلاتة مليون زرعنا من الضرة اه اتنين مليون فدان زرعنا من القطنة واحد ونصف مليون فدان زرعنا من برسيم واحد ونص مليون فدان زرعنا من الباقدونس نص مليون فدان يبقى كده مساحة كل ايه محصول هاخد نسبته بقى زي ما حسبنا النسبة بتاعة الربح والخسارة في مسائل الخزب هاخد النسبة بتاعة المحصول كام مساحته على المساحة واضرفها في مياه هتطلع نسبته من التركيب المحصول في القايمة عندي يبقى هو ده تعريف التركيب المحصول يبقى عبارة عن قائمة بالمحاصيل المنزرعة مقرونة بنسبة مساحة كل محصول كنسبة مقوية من المساحة المنزرعة أهم المحاصيل الحقلية الشتوية الكامح البرسيم الكتان الفولي البلدي العتس الحمص الحلبة الترمس دي من ضمن المحاصيل الحقلية ايه الشتوية اللي بيدمها دايما التركيب المحصولي فين في الاول ليه انا بحط المحاصيل الشتوية في الاول لان السنة الزراعية عندي بتبدأ في جمهورية مصر العربية بالموسم الشتوي وبنقول على الموسم الشتوي يعادل تلتين السنة من السنة بمعنى انا لو بقجر ارض ايجار الارض عشرين الف للفدان الفدان ابو عشرين الف ده تلتين السنة من الايجار شتوي والتلت ايه صيفي لان المحاصيل الشتوية عمرها اطول من المحاصيل ايه الصيفية الموسم الشتوي عندي في جمهورية مصر العربية بيبدأ من بداية شهر ستمبر حتى اوائل شهر ايه مايو او منتصف شهر ايه مايو اما الموسم الشتوي بيبدأ من من منتصف مايو حتى بداية شهر ايه ستمبر فبالتالي هتلاقي الموسم بيصف ايه الوقت بتاعه ايه صغية فبياخد تلت ايه السنة اما التلتين بيكونوا المحاصيل ايه الشتوية فدائما عقائمة التركيب المحصولي تبدأ من تبدأ من ايه تبدأ بالمحاصيل ايه الشتوية او تبدأ بالموسم ايه الشتوية حتى هنا في مصر السنة الزراعية بنقول السنة الزراعية تبدأ في واحد حداشر وتنتهي في واحد وتلاتين ايه عشرة من تاني ايه سنة السنة الزراعية عندي بتبدأ من واحد حداشر وتنتهي ايه في واحد وتلاتين ايه عشرة ده سنة ايه الزراعية وتخش بقى بالامثلة الشعبية والاشهر الكبطية الخاصة ايه في الزراع لما نشوف جو مصر السنة اليومين دول في عز الشتاء وايام البرودة بنقول اه اصلحنا ايه في طوبة وطوبة بتخلي الصبيقة كركوبة علشان خاطر ايه البرودة فيها ايه جامدة فانت كده بتتكلم مع مزارح ولازم تعرف الشهور القبطية اللي بتبدأ بها السنة وبتنتهي ايه بها وبتبدأ تشوف برضو الامثلة الشعبية اللي سماها بها اجدادنا وعرف بها ايه الايام علشان خاطر يبدأ الزراعة ايه بتاعته يبقى اهم المحاصيل الحقلية الشتوية القمح البرسيم المصري الكتان بنجر السكر الفول البلدي العتس الحمص الحلبة الترمس اهم المحاصيل الحقلية الصيفية ايه اهم المحاصيل الصيفية الحقلية عند في القائمة القطن الزورة الشامية الزورة الرفيعة الأرز الفول الصوية الفول السوداني السمسب كل هذه المحاصيل الصيفية العمر بتاعها اصير ما عادة القطن عشان كده القطن بيبدأ زراحته من منتصف شهر ايه فبراير يعني من منتصف شهر اتنين هنبدأ زراعة ايه محصول ايه القطن اهم المحاصيل الحقلية المعمرة طيب انا عندي محاصيل حقلية معمر اه بتقعد في الارض من 10 ال 15 سنة زي ايه هقولك زي اصب السكر وزي ايه البرسيم الحجازي اصب السكر والبرسيم الحجازي اصب السكر ممكن اعمله دورة سوداسية وممكن تخش معي في 8 سنوات وفي 10 ايه سنوات البرسيم الحجازي بيمكس في بقعته من 10 الى 15 سنة حسب قوة ايه الارض علشان كده البرسيم الحجازي دايما بيزرح في الاراضي ايه الجديدة علشان خاطر ما يشغلش مساحة عندي اقدر استغل لها في زراعة محاصيل الحبوب ده من ضمن عيوب المحاصيل ايه المعمرة اصب السكر محصول ايه معمر البرسيم الحجازي محصول ايه معمر التكسيف الزراعي واهم المحاور الرأسية للتكسيف المحصول التكسيف الزراعي واهم المحاور الرأسية للتكسيف ايه المحصول تعالوا نشوف التكسيف لان احنا كده عرفنا ايه التركيب وانه هو قائمة للمحاصيل المزرعة مكرونة بنسبة ايه بمساحة كل المحصول ونسبته ايه في القائمة يقصد بالتكسيف الزراعي تعالوا نشوف التكسيف بقى الزراعي علشان نقدر نفرق ما بينه وما بين التركيب المحصولي تكرار زراعة الارض اكثر من مرة واحدة خلال العام بانتاج محصولين او اكثر ده اللي هو التكسيف ايه المحصول بمعنى ايه مستر هقولك انا دلوقتي عندي فدان الفدان ده زراحته في صيفي فلسوية يبقى انا هنا اخدت كالمحصول بتاعي من محصول كم فدان فدان واحد لا اخدت فدانين لان انا هنا زراحت الفدان بتاعي مرتين مرة في الشتاء ومرة ايه في الصيف اذا هو ده التكسيف ايه المحصولي ان انا بقرر زراعة الارض مرة واحدة خلال ايه خلال العام طيب انا في بعض المزارعين بيبدأوا يجيبوا المحصول اللي هي عمرها صغير او عمرها قصير ويزرع عند الارض بدل المرة ثلاثة ييجي زرعوا مثلا ايه زي ما بنشوف الايام ديت راح زرع مثلا محصول بعد الضرة جه بعد الضرة زرع بطاطس عروة محيرة امرها قصير بعد البطاطس زرع ايه امح يبقى انا عندي الفدان بتاعي زرحته ضرع وبطاطس وامح يبقى انا كده زرحت الفدان بتاعي كم مرة زرحته ثلاث مرات او بدأت مسلا امح وضرع وضرع وبطاطس علشان نبقى ماشين بالترتيب بايه بتاع السنة ان احنا بنقول ايه انها بتبدأ بالمسم الشتوي والصيفي وبعد كده ايه تنتهي لكن انا هنا زرحت في الشتاء امح وجيت في الصيف زرحته ضرع وجيت في الشتاء اه في نهاية المسم كده زرحت ايه بطاطس عروة محيرة عمرها من خمسين لخمسة وخمسين يوم يبقى انا هنا المحصول بتاعي اخدته كم مرة اخدت اخدت مساحة محصول كم فدان اخدت مساحة ثلاث فدادين من كم من فدان واحد انا قررت زراعة الفدان ده ثلاث ايه مرات يبقى هو ده المحصولي تكرار زراعة الارض اكثر من مرة واحدة خلال ايه خلال العام بانتاج محصولين او اكثر يعني انا ممكن ازرع محصولين ممكن ازرع اكثر في ناس بتحب تزرع الخضار بتزرع الفدان بتاعها ده اربع مرات الخضار زي ايه زي مثلا الخاص والحاجات ديت اللي هي عمرها ايه بيبقى من خمسة وخمسين لستين يوم وايه وتبتدي ايه يتم حصاتها او تنتهي فترة ايه عمرها فبيبدأ يزرع الارض ايه اكثر من مرة هو ده ايه التكسيف ايه المحصولي التكسيف ان انا بزرع الارض خلال السنة اكثر ايه من مرة معامل التكسيف الزراعي ايه هو معامل التكسيف الزراعي معامل التكسيف الزراعي هو نسبة الارض المشغولة بالمحاصيل في السنة ايه الوحدة يبقى نسبة الارض المشغولة بالمحاصيل في السنة ايه الوحدة ده معامل التكسيف يعني انا عندي فدان واحد زراحته ثلاث مرات يبقى لما هاحسب معامل تكسيف هقول 1 على 3 او هو نيت قسمة المساحة المحصولية على المساحة الحقلية اظهرación نيت قسم cuestرها بالمقلوم الزرعته 3 مرات على نفس المساحة فدانende 1 هو نيت قسمة مساحة المحصولية على المساحة الحقلية يبقى المساحة الحقلية هنا ي فيدان 2 زرعتها كم مرة 3 يبقى معامل تكسيف هيبقى الثلاثة على الواحد علشان اطلع بمعامل ايه التكسيف اهم المحاور الرئاسية للتكسيف المحصولي ايه هي المحاور الرئاسية علشان اعمل تكسيف محصولي صح واقدر اكرر زراعة الارض عندي اكتر من مرة واقدر احصل على نتج اقتصادي في ظل غلاء الاسعار والحاجات اللي احنا بنشوفها ايه اليوم الدول اولا التحميل اول محور من محاور التكسيف ان انا عمل تحميل خلي بالك علشان خاطر بيجين التكسيف والتحميل تعريف الامتحان والتعريفين واحد ولكن بيختلفوا في كلمة واحدة الفرق ما بين التكسيف ان احنا قلنا ايه هو زراعة او تكرار زراعة الارض في الموسي في الارض اكثر من مرة او اكثر من محصول فين في العام الواحد ولكن التحميل هيختلف ان انا هزر على الارض معايا بمحصولين في وقت واحد هزر على الارض بمحصولين في وقت ايه واحد يعني انا عندي فدان هزراعه مع فول سوية ودوره في نفس الوقت في نفس الموسم الموسم الصيفي حملت المحصولين مع بعض هو ده تحميل ولكن الفرق ما بينه وبين التكسيف التكسيف ان انا زراحت كل محصول مستقل في الفترة الزمنية ايه بتاعته ان انا قررت زراعة الارض عندي ولكن التحميل انا زراحت ايه المحصولين مع بعض في نفس الوقت وفي نفس الوقت تاريخ الزراعة ايه واحدة وبعد كده ايه بنشتغل بقية الممارسات الزراعية ايه بتاعتنا تعالوا نشوف اول محور معانا التحميل هنعرف التحميل وهو زراعة محصولين او اكثر في مساحة من الارض في نفس الموسم لتعظيم الاستفادة من الموارد الارضية والمناخية المتاحة لرفع انتاجية وحدة المساحة يبقى هو زراعة محصولين او اكثر في مساحة من الارض في نفس الموسم لتعظيم الاستفادة من الموارد الارضية والمناخية المتاحة لرفع انتاجية وحدة المساحة زراعة محصولين او اكثر ازاي زي ما اتفقنا انا حملت درشات مع فلسوية هو فدان واحد. زراحتهم محصولين مع بعض. طيب المناخ حولنا هو واحد. طيب العمليات الزراعية هي واحدة. بدل ما بقدم محصول واحد بقدم هنا محصولين. الري في نفس اليوم التسميد في نفس اليوم السماد اللي هينضاف هو هو نفس إيه السماد بنفس إيه الكمية. يبقى هنا بقدم ايه محصولين يبقى تعريف التحميل وزراعة محصولين أو أكثر في مساحة من الأرض في نفس الموسم لتعظيم الاستفادة من الموارد الأرضية ولكن لما نرجع للتركيب المحصولي وأنه هو تكرار زراعة الأرض بأكثر من محصول في العام مش في الموسم لأن أنا عندي هنا العام بينقسم لموسمين موسم صيفي وموسم شتوي ولكن أنا في التحميل بزرع المحصولين مع بعض في نفس الفدان لأما في الموسم الصيفي أو في الموسم الشتوي حسب نوع المحصول المنزل صور التحميل تعالوا نشوف صور التحميل اللي نحن ممكن نشوف عليها التحميل لو أنا ما شوف أي أرض وأقدر أشوفه في المزراعة وأقدر أشوفه عند الجيران لو أنا من الأرياف وأشوفه في صورة في التلفزيون مثلا في أي برنامج زراعي جي في التلفزيون أقدر أقول الأرض ديت إذا كانت متحملة أو مش متحملة تم من خلال صورة التحميل صور التحميل رقم واحد التحميل المتناوب وهنعرف إيه هو التحميل المتناوب رقم اتنين التحميل المختلط التحميل المختلط إنه هو يبقى مخلط إيه مع بعض يبقى حامل المحصولين إيه مع بعض لكن المتناوب أنا زراحت المحصول الرئيسي الأول وبعد فترة من الزمن أو قبل نهاية عمره باجي زراع المحصول إيه التاني جواه ده اسمه تحميل إيه متناوب أما التحميل المختلط إنه أنا بزرع المحصولين إيه مخلطين إيه مع بعض وممكن أخلط البزرة بتاعتهم كلها إيه مع بعض أو أزرع ده على خط أو ده على خط أو ده في شريح أو ده إيه في شريح رقم الثلاثة التحميل في خطوط إن أنا بزرع خطين مثلا درة وخطين فول أو خطين دور شامس وخطين سمسم أو خطين محصول سين أو خطين محصول إيه صاد أو خطين وخط حسب الصورة اللي أنا عايز أشوف فيها إيه التحميل أو حسب النسبة اللي أنا هخلي المحصول بشارك مشارك فيها إذا كان نص النص نسبة واحد لواحد أو نسبة واحد إيه إلى اتنين أربعة التحميل في شراح إن أنا أزرع شريحة محصول وشريحة تانية محصول تانية شريحة محصول وشريحة تانية محصول إيه تانية التحميل المتناوب التعريف بتاعه يقصد به زراعة محصول أو أكثر تحميلا متداخلا مع المحصول الرئيسي وخلال مراحل نموه العظم خلال مراحل نموه إيه العظم يقصد به زراعة محصول او اكثر تحميلا متداخلا مع المحصول الرئيسي وفي خلال مراحل نموه العظمى انا هقول لك تعريف طالب الريف او طالب القرية هيفهمه اكتر بمعنى لو هو زرع ارض زرع درشامي بيجي كان زرع درشامي متأخر شوية وجه موسم زراعة البرسين بيجي مورق ورقتين القعوب من تحت كده في الزرع الشامي وينضى في الارض ويجي زرع البرسين تحته يجي بدر البرسين ده متحميل متناوب لان هو كده الزرع وصل لمراحل نموه العظمى بتاحته خلاص الكزان بتاحته موجودة ورصت معايا وهيبدأ يخش على مراحل ايه النطق فيبدأ يزرع ايه البرسين تحته فيه ناس بتزرع دره متأخر الدره النيلي ويجي برضو زرع جواها ايه الامح نفس الحكاية يورق ينضف عدان الدره من تحته ينضف الارض ويبدأ يزرع الامح تحتها ايه بجورة ويبدأ ايه يطلع ديه صورة من صورة تحميل المتناوب فيه صورة برضو بيزرع ايه بيزرع البصل على القطن بيحمل البصل على القطن هنا القط خلاص هيخش للفترة بتاحته في النهاية ابدأ ازرع جواه ايه البصل او العكس كمان بنبدأ ايه علشان اعظم ايه الاستفادة يبقى كده التحميل المتناوب دخل معي في جزء من الوقت دخل في جزء من الوقت في الوقت اللي هو ايه وصل فيه المحصول الرئيسي للدرجة العظمى من النمو ايه بتاعه لبقى التحميل المتناوب يقصد به زراعة محصول او اكثر تحميلا متداخلا مع المحصول الرئيسي وفي خلال مراحل نموه ايه العظمى ويزرع المحصول المحمل بعد وصول المحمول المحمل عليه مرحلة ما بعد تزهير او قبل النطج ايه النهائي زي احنا ما شرحناها من شوي وتكلمنا عنها يبقى يزرع المحصول المحمل بعد وصول المحصول المحمل عليه خلي بالك هنا المحمل عليه هو الرئيسي المحمل ده السانوي يبقى يزرع المحصول المحمل بعد وصول المحصول المحمل عليه مرحلة ما بعد التزهير وقبل النطج ايه النهائي يعني أنا لما أقول أنا هنا نظفت الضرة وبدرت فيها البرسيم يبقى هنا الرئيسي إيه؟ الرئيسي الضرة والمحمل إيه؟ برسيم المحمل عليه؟ المحمل عليه إيه؟ هنا إيه؟ الضرة ومن أمثلة التحميل المتناوم تعالوا نشوف أمثلة التحميل المتناوم تحميل القطن على الفول البلدي تحميل القطن على البصل تحميل القطن على بنجر السكر دلوقت بنجر السكر هنقرب نقلع مثلا في شهر اثنين اجزارة ايه القطن جواه جوا بنجر ايه السكر تحميل القطن ايه على الامح تحميل البرسيم على الزورة الشمية واكيد احنا اخدنا كذا مثال من خلال شرحنا من شوية اتكلمنا عن مثالين من الامثلة دية باستفادة دي صورة لتحميل المتناوب للقطن على الامح شايفين بص معايا ادي خطوط الامحة هي الامحة مزروعة عندي على مصاطب مزروعة على مصاطب جاه على جنب المصطبة هنا وزرع القطن هو ادي بديرات القطن ايه طالع معايا ونمي ايه معايا ادي الامحة بالسنابل بتاحته طرد السنابل ودخل فطور العجيني كمان وجاه هنا زرع ايه القطن ايه بتاعنا وطالع البديرات بتاحته اهي يبقى هنا صورة بتوضح لي التحميل المتناوب للقطن على القمح ده ادي البصل واده بديرات القطن ده البصل بعد التقليع لان البصل هنا هو اللي كان مزروع بدري ويجينا زرعين هنا بديرات القطن هي طالعة وهي بواضحة معايا وانا عامل المرود او احنا بعد ما قلعنا البصل واده البصل موجود على ظهر الخطوط معمول كتزم مرود علشان خاطر يتلمه ويطلع ايه الجرن بتاعه او يتلمه ويتحط ايه اه اتعمله عملية التصميت ايه بتاحته التحميل المختلط يعني مختلط يعني مخلط مع بعضيه جوه بعضه زي ايه زي انا مثلا لو هحمل البرسيم هزرع معاش عير المخلط العلفية ده مختلط بقلب التقاوي كلها مع بعض ما بزرعش كل التقاوي على حدة لا بجيب التقاوي بقلبها مع بعض ولو هزرع فجور هستخدم الجورة لو هزرع بدار هبدر كل ايه مع بعضي التحميل المختلط تعالوا نعرف التحميل المختلط يقصد به التحميل بدون نظر للمحصولين الرئيسي والسانوي اللي اتنين شغالين مع بعض في وقت ايه واحد ومخلطين ايه مع بعض مش هتقدر تفصل ما بين ده فقط لو انت هتجمع كل محصول ايه لوحده يبقى يقصد به التحميل بدون نظام للمحصولين الرئيسي والسانوي هنا فيه محصول رئيسي ومحصول ايه سانوي ده صورة تحميل البرسيم الفحل على القمح تحميل ايه مختلط او الشعير في ناس بتجيب حبوب الامح وتبدورها مع البرسيم الفحل برسيم الفحل ده لما اقول برسيم فحل يعني هاخد منه حشة واحدة لكن لما اقول برسيم مستديم هاخد منه اكتر ايه من حشة البرسيم الفحل ببدور معه مع تقاوي البرسيم تقاوي امح فبيطلع مختلط امح مع ايه مع برسيم طيب ده فايدته ايه هقولك ده بيزيد من اضرار اللبن وبيزيد من نسبة ايه البروتين بيخلي حيوانات انتاج اللبن اللبن بتاعها ايه يزيد يبقى ده صورة بتوضحلي تحميل البرسيم الفحل على القمح تحميل ايه تحميل مختلط طيب ده فيديو هيوضحلي بشوف من خلاله تحميل مختلط للسمسم والزورة ايه الشامية هنا هتشوف نباتات الزورة وهتشوف نباتات سمسم بس هتقدر تفرق ده خط ايه وده خط ايه لا هده ده نبات زورة واللي جنبي ده سمسم ده سمسم زي حضراتكم ما شايفين معايا الفيديو بيوضحلي نباتات الزورة ونباتات سمسم وفيه نباتات فول سوداني اللي هي تحت القصيارة خالزية نباتات فول ايه سوداني ده تحميل مختلط زرح ثلاث محاصيل في وقت واحد في الارض علشان يزود ايه الاستفادة خصوصا ده فول سوداني ده الكاميرا الرابطه ده ده وضحت لسمسم ده زورة شمية ده عدان زورة شمية يبقى انا عندي في التحميل المختلط هنا خلطت ثلاث ايه محاصيل محصول رئيسه محصول ايه سنوي لاحظ معايا تقدر تفرق ما بين خط السمسم او خط الزورة او خط الفول سوداني لا ما تقدرش الكل يطلع ايه مع بعضي البيرو بيرو كل مع بعضي بيسمدوا كل مع بعضي عمليات الخدمة كلها بتتم ايه مع بعضي زي ما حضرتكم شايفين النباتات الفول سوداني uj Hoo نباتات الزورة uj نباتات السمسم هنا ايه واضحة ده سمسم ده نباتات ايه سمسم ده او كاميرا جابت نبات شامية هادي نباتات الزورة الشامية uj وضحة ولو نزل بالكاميرا تحت ديت نباتات النباتات القصيرة اللي تحت ديت فول سوداني اللي تحتي يبقى انا محمل ثلاث انواع من المحاصيل مع بعض محمل زرى شامية وفول سوداني وسيمسم ده نبات السمسم في مرحلة التسير ودي الفول السوداني كله جنبه بعض دي وفي نفس الحتة يعني المتر المربع الواحد بيحتوي على الثلاث أنواع من المحاصيل ثلاث نباتات معي زرى وسيمسم وفول سودان التحميل في خطوط يعني ايه التحميل في خطوط يعني انا هزرع هخطط الارض بتاعتي بمعدل اتناشر خطف الاصابتين او حسب معادل التخطيط اللي انا هستخدمه للمحصول عندي وهزرع مثلا خطين درة وخطين فلسوية اشهر تحميل عندنا احنا بنشوفه تحميل الفلسوية والدرة ايه الشامية مع بعض ده بتشوفه في الموصل مصيفي كتير ايه جدا او ممكن تشوف السمسم ودور الشمس او تشوف دور الشمس والدرة يعني فيه ناس بتحملوا الدرة ودور ايه الشمس الفلسوية ودور الشمس الفلسوية مع سمس في بعض المحاصيل اللي هي علشان يعزم القيمة ايه الاقتصادية ايه بتاعتها التحميل في خطوط تعريفه يقصد به تحميل المحاصيل مع بعضها في نظام محدد وواضح في خطوط يعني بتشوف ده خط الزرع وده خط الفلسوية يقصد به تحميل المحاصيل مع بعضها في نظام محدد وواضح في خطوط منفصلة او على نفس الخط يعني ان الخط الخط عندي فيه رشتين بقول رشة عملة ورشة بطالة في الحالة دي هيتكون الرشتين عندي رشة عملة مش هيكون فيها رشة بطالة يعني رشة عملة الرشة اللي انا بزرع ايه عليها الرشة البطالة بتبقى فاضية ما بزرعها عليها ولكن في الحالة دي هزرع على الرشتين الرشة العملة ورشة ايه البطالة ده لو انا هزرع على نفس الخط لو انا هزرع على خط مستقل هيبقى الخط المستقل فيه ناحية عملة وناحية بطلة. يبقى يقصد بالتحميل المحاصيل مع بعضها في نظام محدد واضح في خطوط منفصلة أو على نفس الخطة. ده التحميل على خطوط. الصورة دي بتوضح لي تحميل زرعة شامية مع دور شمس. هدي واضح معي هو. هدي خطين دورة وهدي خطين دور. هدي خط دور وهدي خط دور. وهدي خط دورة وخط دور. يبقى ده تحميل دور الشمس على الزورة الشامية صورة بتوضح لي بتقول لو انا ماشي دلوقتي ركب عربية شفت الارض دي بقول لها ده دي متحملة دور شمس على الزورة الشامية ايه على خطوط التحميل بتاعي ايه على خطوط الصورة اللي بعد كده بتوضح لي تحميل الفول الصوية على الزورة الشامية ادي الزورة الشامية ادي الخطوط بتاحت الزورة الشامية واضحة ايه ودي خطوط الفول الصوية واضحة في النص ايه عندي المؤشر انا بيباين اهو ده فلسوية وده الخط ده بالكامل وده هوت ادي زورة ايه شامية يبقى اصبح عندي هنا التحميل باين عندي هوت في صورة ايه تحميل فلسوية على الزورة الشامية في صورة ايه خطوط فيديو بقى يوضح لي التحميل على خطوط بص معايا بقى هنا شوف الكاميرا هتوضح لي ايه ده خطوط الزورة وهدخل الفلسوية تتفرق ده الوحده وده الوحده واحنا شوفنا في فيديو ازاي ده من شوية كان بيوريني التحميل المختلط اللي هو جاب لي الفلسو ايه اسف الفلسو السوداني والسيمس مدور الشمس في حتة واحدة لكن بص معايا هنا هوت ادي خططين ضورة شامية جنب بعضهم وبعضهم ايه فلسوية قدرت تتفرق كل واحد لو انا هجري خدمة للزورة الشامية الوحدية هاقدر اعملها لوحدية للزورة الشامية هاعمل خدمة الوحدية هاقدر اعمل خدمة لخطوط الفلسوية ايه لوحدها زي عمليات ايه لو ايه هرش مثلا عناصر صغرى عناصر كبرى او هرش اي ايه مبيد ايه لقافة معينة بس يفضل في الحالة ديت ان انا برش كل ايه كل الخطوط زيها حضراتكم مواضح كل حاجة موجودة ايه في الخط بتاعها في الفيديو اللي حضراتكم شايفينه ايه معايا ده اللي هو بيوضح لي التحميل ايه في خطوطه التحميل في شراح النموذج الرابع التحميل في شراح يعني تعمل تحميل في شراح يعني انا هاعمل شريحة وشريحة يعني شريحة الشريحة ديت لما تنزل المزرعة وتلاقي في فتحة اناية فيها جنبين جنب يمين وجنب الشمال الجنب اليمين ده وجنب الشمال ده شريحة دي شريحة ودي ايه شريحة اللي هو هتفصل ما بينهم اناية اناية الري ان انت بتفتح الانية عشان الراي بتروي يمين وترويش. دي انايه ودير انايه. اسف. دي شريحة ودي ايه شريحة. ما بينها بتتكون من احواض الاحواض بتتأكد وروابط اكون بنقول عليها ايه? البتون. والفاصل ما بين الشريحة والشريحة بت او بين الشريحة والتانية اناية. لان الالاية بتدي شريحين واحدة يمين واحدة شمال. فيه بتن يمين وبتن شمال وبعدها هي شريحة ايه جديد. يبقى التحميل في الشرع عنشوفه وبالتعريف بتاعه ويقصد بهذا النظام من التحميل زراعة المحصول الرئيسي والمحصول الثانوي في شراح وفي وقت وبحيث تبتعت هذه الشراح عن بعضها بما يسمح بأداء الخدمة مع المحافظة على مميزات التحميل يعني أنا أقدر أروي شريحة الوحديها ممكن أرش شريحة الوحديها واسيب الشريحة ايه التانية يبقى التحميل في شراح يقصد بهذا النظام من التحميل زراعة المحصول الرئيسي والمحصول الثانوي في شراح وقت واحد وبحيث تبتعت هذه الشراح عن بعضها بما يسمح بأداء الخدمة مع المحافظة على مميزات التحميل بص معايا أدي شريحة وأدي شريحة في تحميل فول سيعة على الفول السوداني في صورة ايه شراح باينة هنا هي واضحة جدا وتقدر ايه تشوفها فوائد التحميل ايه فوائد التحميل بقى هنشوف فوائد التحميل وهنتكلم ايه عنا ايه يا فوائد التحميل انا بجري تحميل ايه رقم واحد زيادة محاصيل الغذاء الشتوية زيادة محاصيل الغذاء الشتوية القمح والبصل والتوم وبنجر السكر دون الاخلال بالتركيب المحصولي في الدورة الزراعية يعني انا مش اعمل خلل في التركيب المحصولي المساحة عندي واحدة وانا هحمل زيادة محاصيل الغذاء الشتوية القمح والبصل والتوم وبنجر السكر دون الاخلال بالتركيب المحصولي في الدورة الزراعية ان انا مش هاجي على حساب مش هزرع محصولي على حساب محصولي الامح فهيقلل لي مساحة الامح لا بال بالعكس لان انا هعظم ايه الاستفادة رقم اتنين زيادة انتاجية وحدة المساحة من الارض كل من المحصولين المحمل والمحمل عليه المحصول المحمل ده محصول سنواء المحصول المحمل عليه هو المحصول الرئيسي يبقى زيادة انتاجية وحدة المساحة من الارض لكل المحاصيل المحمل والمحمل ايه عليه زيادة العائد الاقتصادي وتوزيعه على مدار العام بحيث يمكن طلافة اضرار الاحتماد على زراعة محصول ايه واحد يعني انا ممكن ازرع محصولين مع بعض محصول عمره قصير اخد فلوسه واصرف على المحصول ايه الرئيسي فانا بالتالي كده جبت اراد عندي في المزرعة في وقت انا محتاج الفلوس ايه فيه يبقى زيادة العائد الاقتصادي وتوزيعه على مدار العام بحيث يمكن تلافي اضرار الاحتباط على زراعة محصول ايه واحد على سبيل المثال انا ممكن ازرع محصول السعر بتاعه يطلح في السماء يبقى معايا 100% اه يجي في سنة تاني السعر لو زرحته هو الوحدي السعر في الارض اه بهدل للدنيا سبب لخسارة جامدة جدا يعني احنا هندي مثال حي احنا عايشينه كلنا في الفترة ديت في المحاصيل الحقلية السنة اللي فاتت العامل اللي قبل السابق لان خلاص احنا العامل قبل السابق كان كيلو البصل على ارضه في الغيط وصل 75 ارش كيلو البصل وصل على ارضه في الغيط 75 ارش فجات المزارعين حجمت عن زراحته فاصبحت الكمية عندي بعد ما كانت كبيرة لان ما لقى خلاص سبب لهم خسار بعد ما كانت الكمية كبيرة المزارعين احجموا عن زراعة هذه المساحات جاءوا زراعوا مساحات ايه قليلة فجاءت تاني سنة المساحة صغيرة الكمية اللي طالعة لا تكفي للإستهلاك المحلي فبالتالي السعر ايه جه رافع جه السعر رافع فبصنا لقينا سعر متحرك حركة عالية جدا لان الكمية المنتجة قليلة جدا لا تكفي للإستهلاك السوق المحلي بسبب العام اللي كان سابق قبليه كانت الناس كتيرة جدا زراعة مساحات كبيرة جدا من البصل فبالتالي حصل فائد في السوق الناس اشتراتوا واللي خزن خزن واللي بقى عندوا المغزون بتاعه فضل الكميات كبيرة جدا في السوق ما حد شالها فالسعر ايه بتاعه جه واقع نزل فبالتالي جهت أنا الناس قال لك انا اخد خسارة سنتين بسبب الوصل فقلت الكمية المنزرعة فجي السعر بتاعه ايه رفع ده مثال حي من الامثل اللي احنا بنعيشها في المحاصيل الحقلية يبقى زيادة العاد الاقتصادي وتوزيعه على مدار العام بحيث يمكن تلافي اضرار الاحتماد على زراعة محصول ايه واحد رقم اربعة زيادة معدل الاستغلال الاردي والزمني يبقى زيادة معدل الاستغلال الاردي والزمني يعني ايه زيادة معدل الاستغلال الاردي والزمني يعني انا عندي فدان واحد زراحته محصولين اخدت محصول فدانين من فدان ايه واحد في نفس الوقت المعدل الزمني اللي هو في الموسم الشتوي او في الموسم الصيفي يعني ما انا ما زرحته مرتين ايه منفصلين لا انا زرحت المحصول ده مدته وثلاث شهور هو في ثلاث شهور خدت محصولين ايه مع بعض عن طريق عملية ايه التحميل خمسة الهروب من الاصابات بقى فات بعض المحاصيل عن طريق الزراعة ايه المبكرة يبقى الهروب طريق الزراعة ايه المبكرة ان انا زراحت بدري فانا هربت ايه من الافة على سبيل المثال لو احنا تكلمنا عن دودة وراء القطن اللي بتطلع في البرسيم وبتسيب لي ايه بدرات القطن بعد كده وبتعمل ايه خسارة جمدي فيها رقم ستة التغلب على ظروف النمو السيئة خلال الفترات الاولى من حياة النبات ممكن عندي بعض النباتات بتبقى البديرات بتاعتها ضعيفة بتحتاج مثلا ايه دعمات او بتحتاج حاجة زي مصدات الرياح علشان تحوش عنها ايه الرياح لحد ما تجبر وتشد تمام فانا لما بحملها على بعض المحاصيل فبتعمل لي كمصد اللي الرياح ليها او بتشيل مثلا ايه اشعة الشمس هتكون شديدة عليها فبتشيل ايه من اشعة الشمس على سبيل المثال لو اخدنا مثلا لو انا حملت البرسيم على الضرة انا هحاقي البرسيم لو انا ازراحته بدري من اشعة الشمس الشديدة اللي هي بتخلي عند البرسيم في الحالة ديت مع ارتفاع درقة الحرارة انه يطلع ايه خفيف او يطلع باير في بقعة بايرة واحنا بنقول عليها بالبلد كده او المزرعين يقول لك عليها ايه البرسيم عندي طير البرسيم ايه طير البرسيم طير ليه لان عندي اشعة الشخمسة كانت شديدة والحرارة كانت شديدة فبالتالي ادت الى موت البادرات بتاعة البرسيم بعد ما انبتت فبالتالي البرسيم طلع عندي ايه خفيف فيتم ايه اعادة زراحته مرة ايه اخرى رقم سبعة الاستفادة من كميات مياه الري وترشيد التسميد لمحاصيل التحميل يبقى الاستفادة من كميات مياه الري وترشيد التسميد لمحاصيل التحميل يعني كمية مية الري اللي انا هديها المحصول واحد لا ده كده هياخدها كم محصول هياخدها ايه محصولين اللي هي كمية المياه اللي انا هضيفها مرة ايه واحدة هي ريا واحدة للفدان ايه كله فبالتالي الاستفادة من كميات مياه الري وترشيد التسميد لمحاصيل ايه التحميل ترشيد التسميد ان انا كده عملت ايه زراحت محاصيل بتفيد بعضها البعض زي محصول نجيل مع المحصول البقولي. تمانية تقليل التلوث البيئي للتربة والمنتج ومقاومة الحشائش في اخر حياة النباتي. يبقى تقليل التلوث البيئي للتربة والمنتج ومقاومة الحشائش. انا هنا اللي هيتناسب فيسعى المساحة ايه? محصول مش حشيشة. فبالتالي العائد بتاعي هيكون ايه? عالي. يبقى احنا كده النهاردة اتكلمنا عن التركيب المحصولي. وعرفنا ايه هو التركيب المحصولي. وتكلمنا عن التكسيف الزراعي وايه هو التكسيف وتكلمنا عن معامل التكسيف وقلنا بيتحسب عن طريق المساحة المحصولية على المساحة الحقلية وخدنا اول محور من محاور التكسيف الزراعي الا وهو التحميل اتكلمنا عن صور التحميل واشكال التحميل واهم المحاصيل الشتوية والصيفية اللي بتخش في القائمة معايا اتكلمنا النهاردة عن فوائد التحميل وبكده هنكون وصلنا مع حضراتكم لنهاية حلائتنا النهاردة نشوفكم على خير ان شاء الله في حلقة جديدة مع قناة مصر للتعليم الفني والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة